واحد من اعلى 13 بلدا من حيث المخاطر المهددة للاستثمار في العالم هكذا صنف العراق بحسب منتدى صنع السياسات العامة في لندن الذي اكد في تقرير الله وجود مهددات اساسية تقوض الاستثمار داخل العراق وهي كل من الامن والسياسة والبنى التحتية والتحديات الصحية التقرير تحدث عن وجود مخاطر سياسية اثرت في بيئة الاعمال والاداء الاقتصادي في العراق مشيرا الى ان الصراع في الشرق الاوسط لا يزال يقود العراق الى مخاطر مباشرة بفعل موقعه الحساس والحاسم في تلك الصراعات منتدى صنع السياسات اشار الى وجود مخاطر امنية تتمثل بظاهرة اختطاف العاملين في الشركات الاجنبية وما سببته من هجرة الاستثمار عن السوق العراقية وضعن العراق ضمن البلدان الهشة في بنية النظام السياسي وعجز سلطاته عن حماية المصالح الاقتصادية بصورة شفافة وحيادية وعلى ارض الواقع تبرز ظاهرة تعرض شركات الاستثمار العالمية الى الابتزاز من قبل جهات متنفذة اخر تلك التهديدات ما حصل في شباط الماضي عام الفين واربعة وعشرين من انسحاب الشركة التركية المنفذة لمشروع الملعب الاولمبي في محافظة ذيقار فضلا عن دفع شركات صينية تعمل في حقل شرق بغداد النفطي رشاوى لاحزاب وعشائر بعينها وهو ما اكده المستشار الحكومي محمد الدراجي في حديثه عن دولة خفية تستهدف الاستثمار والقطاع الخاص وتضرب استقرار العراق لا استثمار لاقطاع خاص يعني هذه ارجع الكتابي رماد بابل الدولة الخفية التي تشتغل لازم ضرب اي نجاح هو شن المطام شن قيمته بس ضرب اي نجاح او اي سلم مجتمعي او اي حالة استقرار اي ضرب الاستقرار كلام الدراجي يترجمه الواقع بمشاهد الاعداد الكبيرة للأفواج والحمايات الامنية اثناء الزيارات الميدانية لهيئة الاستثمار في ظاهرة تعطي رسالة للمستثمرين بغياب الاستقرار الامني وسياسي وكلها اسباب مجتمعة ادت الى هجرة الشركات والمستثمرين من السوق العراقية مع الابقاء على شركات تابعة لدول معينة تربطها علاقات بكتل واحزاب متنفذة في العراق ترجمة نانسي قنقر